هل في الخليج انا دوقتي تشغال في صيدلية والحقيقة معظم الناس في الفارع مش بيصلوا في المسجد ومش بيصلوا جماعة هل في الخليج نفس الوضع المهنة دي ما نعرفش نصلي في المسجد بسببها طيب عندي اكتر من حاجة يعني اول حاجة فكرة انه الناس مش بتصلي احنا مش بندخل في الحاجات دي هي علاقتها بربنا عز وجل انت نفسك لو انت عاوز تصلي هتصلي بالنسبة للصلاة في المسجد يعني في الخليج ممكن هل فيه اكتر ممكن لو ما فيش يعني انا مش هفتي في الموضوع ممكن حاجة تسأل ولكن انا صلت في اكتر من الشركة لا يكلف الله نفسا الا وسعين لو هنزل اصلي في المسجد في كل الصلاوات اه البديل البديل انه ممكن الشركة تضرطني يعني ما كلنا بنصلي عادي جماعة اه ساعات يعني بنقعد في غضة كده ونتجمع تلاتة اربعة وبنصلي مع بعض والسيدات بيعملوا كده اهل لازم ننزل للجامعة طب الجامعة اخر الشارع وغات لما ارجع وبعدين في تلت ساعة اقامة مش مش هقول اولا بس بقولكم لو النظام ده موجود نادرا ما هتلاقيه موجود في مصر ولو الطبق في احتمالية ان لو انت عملته احتمالية انهم يقولون لك لا ده مش مقبول اه عاوص صلص ما صلية هنا واشوف زي ما لك صلي معاك وتعوص صلي لوحدك صلي ولكن ده اللي بيبقى موجود على ارض الواقع وكل ان يختار ما يريد ولكن دي وجهة نظري وبالتوفيق